موسيقى هذا هو العام الخامس على التوالي منذ أن أشعلت ميليشيا الحوثي وصالح حربها العبتية على مدينة تعز تنفست بعض الأحياء الصعداء بعد أن انزاح منها الكابوس الميليشياوي بالرغم من ما خلفه من ضحايا ودمار وخراب ولا زالت هناك أحياء أخرى تقاسي مررته وتتجرع غصصه حتى اليوم موسيقى 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 يعد حي حوض الأشراف التابع إداريا لمديرية صالة بمثابة البوابة الشرقية لمدينة تعز هذا الحي الذي يبدو اليوم كبقايا أطلال متناثرة كان همزة الوصل الأولى التي تربط المدينة على المستوى الداخلي والخارجي إضافة إلى الحركة التجارية والاقتصادية التي كانت منتشرة بشكل كبير في شوارعه الرئيسية والأزقة والممرات ومن يعرف هذا الحي بالأمس ويشاهده اليوم تتملكه الحسرة والندامة لما وصل إليه جراء الحرب التدميرية والعبثية التي شنتها ميليشيا صالح والحوثي عليه بشكل خاص والمدينة بشكل عام حوض الأشراف هو مدينة تعز هو قبل صبر هو ما يعني بكل ما تحمله الكلمة من معانيها حوض الأشراف كان يمثل المركز الرئيسي لأبناء محافظة تعز وهو المنطلق الأول والأساسي إلى جميع محافظات الجمهورية كان من حوض الأشراف تنطلق إلى عدن من حوض الأشراف تنتقل إلى صنعان من حوض الأشراف تنتقل إلى إب منطقة اقتصادية وتجارية ومنطقة بقربة من المحافظة تعتبر منطقة سياسية أو منطقة سلطة محلية فلها رمزية كبيرة حوض الأشراف كنت إذا أنت تريد عامل أو تريد بناء أو تريد مبيض أو تريد مرنق تنطلق إلى حوض الأشراف عندما ضاع حوض الأشراف ضاعت هذه الأعمال الآن إذا أنت تريد عامل تبحث عنه في المدينة كاملة دخل حي حوض الأشراف دائرة الاهتمام لميليشيا صالح والحوثي منذ اللحظات الأولى للاجتياح كونه أقرب نقطة استراتيجية لبوابة العبور الأولى المتمثلة بمعسكر قوات الأمن الخاصة إضافة إلى محاذاته من الضفة الغربية للقصر الجمهوري ومعسكر التشريفات والأهم من ذلك احتضانه لمبنى محافظة تعز أعلى سلطة تنفيذية في المدينة في نهاية 2014 أنا زرت منطقة قولة القصر عندما نزلت دهشت لما أراه من مدنيين مزججين بأعتاء السلاح وبأنواع سلاح لم أراها منذ بداية طفولتي تم تسريب الميليشيات بشكل مدني إلى المحافظة وبعد ذلك بدأ العملية تتوسع تتوسع حتى صارت بؤرة رئيسية وهو مقر السلطة المحلية كانت بؤرة رئيسية للسيطرة والإدارة بداية الحرب واستغلوا أنه مبنى مدني خدمي فبسهولة تحصنوا فيه من غير أن يكون هناك في أي مضايغة لهم على أساس أنهم سلطة محلية معسكر الأمن المركزي في أطراف حوض الأشراف القصر الجمهوري في أطراف حوض الأشراف معسكر التشريفات يحضنه حوض الأشراف فكانت هذه النقطة إذا سيطرت هذه الميليشيات على حوض الأشراف فإنها بذلك تستطيع أن تسيطر على محافظة تعز بأكملها وهذا هو الواقع سيطر على منطقة الشماسي بكامل وتسيطر على منطقات الصميل والغاية اليمنية أو منطقة الحوض أنت بتعمل أول قدار حامي لأماكنهم الرئيسية وهي القصر الجمهوري والمحافظة والأمن المركزي من الجهاء هذه الشرقية فالحوض يعتبر أول الصد الحيط الأول لهم استطاعت ميليشيا الإنقلاب إحكام قبضتها على الحي جعلت من مبنى المحافظة مركزا لإدارة انقلابها ومن ثم اتجهت إلى توسيع إطار تواجدها نحو عمق المدينة والمديريات الشرقية والجنوبية لها وحشدت لهذا الغرض كل طاقتها العسكرية والبشرية وتحول الحي إلى منطقة عسكرية وأمنية بحتة وصولهم للحوض كان وصول طبيعي من غير أي معارك مع أنه كانوا موجودين هناك فوسعوا وجودهم لغاية الحوض وبعد كذا بدأوا يدخلوا في ندوق شمسان وبدأ الحكاية تتوسع أكثر لكن كان الحوض لهم يعتبر الحائط الصد الأول أو المانع الطبيعي الأول لهم اللي تمركزوا منه وكانوا يفكروا فيما بعد الحوض عندما سيطرت على حوض الأشراف انتقلت إلى قولة الإخوة من قولة الإخوة توزعت إلى مستشفى العسكري من قولة حوض الأشراف توزعت إلى القحملية من قولة حوض الأشراف صعدوا إلى صغير من قولة حوض الأشراف طلعوا حسنات من قولة حوض الأشراف اقتحموا صالة وأبعر باب مسمى الشرف منطقة الشرف فحوض الأشراف كانت المركز الرئيسي لحاضنتهم عاش سكان هذا الحي أثناء تواجد الميليشيا تفاصيل أحداث متداخلة انتهكت الحرمات وقطعت الطرقات استحدثت النقاط وأغلقت الممرات ابتزت الناس في الشوارع وفرضت الإتاوات على أصحاب المحلات التجارية أحداث لم يصمد أمام جورها المدنيون الأبرياء ولا أصحاب المحال التجارية كثيرا الذين بمجرد أن غادروا المكان حتى تحولت المنازل إلى متارس ومواقع عسكرية والمحال التجارية إلى مراتع للسلب والنهب والتدمير والعبث مصطلح ميليشيات يعني الاضطهاد يعني الظلم يعني الحرمان أنت وإبناك لا تستطيع أن تتكلم في ظل وجود الميليشيات ميليشيات بمعنى الإذلال والإذعان لنا وإما عدونا هذا مصطلح ميليشيات إما أن تكون معي وتأخذ وتسلب منك حتى أولادك وإما أن تضدي جبايات حرمان ظلم اضطهاد سكننا الحواثة هناك بقولة القصر قالوا لي أشمعك هنا بتاعيز أنت داعشي واتهموني أن أنا قناص أنا قناص مع الدواعيش قالت لهم أنا ما أناش قناص أنا كنت بتاعيز هنا الزائر بتاعيز كنت دروس واتهموني هذي التوم ودخلوني بعدين السقن لمدة ثلاث أيام لا أكل ولا شرب داخلت الزنزانة بعدين كان فيه هناك بالغرفة حق السقن هيكال عظمي كنا نجيس نجوفانو فيه ناس هناك بالسقن يعني تعرفت عليهم كنا نجوفو هناك قالنا أكيد بنخرق قدر هنا نفس هذا الهيكل الحمد لله بعدين خرجنا بعد ثلاث أيام طلعت من البيت للزغط لفتحة هناك بالزغط أول ما بديت من الزغط كان فيه واحد بالركن عند البيغوتا ذاك يا ماسك قالي أول ما شافني ضرب علينا هذه أعظم ممارسة لماذا باقي أنت المواطن أعزل واحد مثل الله يضرب على النار مقرد ما دخلوا ملشية الحوثية بدأ يتناقص الحي على قزء حتى فروا القميع طبعا كانوا يستغلوا كل شيء لصالحهم يعني مبالغ مالية خدمة للمتارس فكان وقودهم كان وقود يعني هم عبارة عن إبادة قماعية لكل معنى الحياة يعني وقودهم كان ضد الحياة وضد الإنسانية وضد الحياة الطبيعية هم دمروا تعز ورادوا من حوض الأشراف أن يكون بداية احتلال كامل المدينة خيار تصعيدي برؤية تدميرية وانتقامية أقدمت عليها مليشيا صالح والحوثي بعد كسر زحفها نحو وسط المدينة ذهبت من خلالها إلى اعتلاء البنايات الكبيرة ونشرق الناصيها على أسطحها كانت هذه البناية الواقعة في قلب الحي المعروف بفندق شمسان أحد مواقع التمركز والتمترس والقصف والقتل والتدمير في آن واحد بل تعدى خطرها محيط المكان والأحياء المجاورة حتى وصل إلى أحياء ومناطق أخرى في عمق المدينة سيطلع على الفندق شمسان ومن الفندق هذا وقهوا رصاصهم لكثير من المدنيين في المنطقة استجهد الكثير لسبب هذا الموقع موت صهيري أمامي خرق يبحث عن أكل للمشافة الثورة كان نشافة الثورة فيه واحدة بعروتي يعني ما شاء موجود هذه ومطعم موجوده الوحيد اللي كان موجود للمشافة الثورة فخرق راح يستطبح لشانه بيقيم صبوه حلوه ولموجودة للموجودة 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 ضربوا عليه ورصاصهم من فوق عمارة الحربي على الماضي كان القناصة من الفندق وفي عمارة هاير برضو كان القناصة يوصلوا لغاية أحياناً بوابة بوابة مستشفة الثورة وعند مسجد شولاق المنطقة هذه القناصة كانوا من هذه العمارتين هذه فندق شمسان وهاير كانوا كيلو مت مربع كامل يغطوا في تحرك المدنيين جيت لي طلقت قناص صعوثي في العمود الفقري ما أدت إلى شلال نصفي لا أستطيع الحركة هدفهم المدنيين مش هدفهم عسكري هم هدفهم أنهم يقتلوا أكبر عدد من المدنيين أنهم يشلوا الحركة المدنية تماماً طبعاً من خلال هذا الشيء تحقق الهدف العسكري الهدف العسكري الإرهاب والسيطرة استمرت ميليشيا الإنقلاب بممارسة نهجها التدميري في حي حوض الأشراف خصوصاً عندما بدأ الخناق يضيق عليها يوماً بعد آخر وحولته إلى ساحة معركة حقيقية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي لا زالت آثارها التدميرية على واجهات المنازل والمحال التجارية تاركة الجميع يعاني ويلات ذلك المرور إلى أمد ربما ليس بالقريب أتت ميليشيات أكلت الأخضر واليابس لا توجد لها لا دين ولا عرف ولا شريعة ولا قانون يحكمها طفل تقتله منزل تدمره شيخ 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 إذا لم يقتله يمارس معه أعتى أنواع العنف إمرأة عقوز لا يهمه شيء وكأنهم لم تليدهم أمهاتهم كان نقصف شديد يعني بمعدل يعني يشغل يعني يمكن يتقاوز 300 إلى 400 قديفة دبابة ضربة في المنطقة هذه بيتنا نحن وشنطات كله كله قدائف يعني اسمه شضايا مخزقة حتى سامن البيت عندي كله مخزق طلاقة شولة كلي كذا منخلل حقم الدمار هائل يعني ما كناش نصوره كان كل شيء مخرب زي ما تشوف ما فيش عمارة لهوي وهي ضربت يعني ضربت دفعت ضريبة الحرب وفي كامل مكمل نذكر شخص كان يبحث عن ماء و يعني أخذ مسافة حدود يمكن 700 أو 800 متر عشان المتقة اللي بتقل قريفة له فأقل هناك وعمره ما قاش المربع هذا كان محطة الماء اللي عندنا قريب لمنزلنا فأقل هناك يبحث عن الماء وتقمع الثاني يبحث عن يعني شيء تموي الغذاء مع غذاء فتقمعوا وهي كان قبوهم مقاومة أثناء وسقطت قريفة هون مصدرها من القصر فاستشهدوا اثنين وقروحوا واحد منهم طبعا قريبنا أنا فقدت أمي أمي أكبر شيء فقدت ست سنوات من بداية الحرب إلى الآن وهي تعاني من حالة نفسية أهم شيء في الحياة أقل من كيلو متر واحد هي المسافة التي تفصل اليوم بين تمركز مليشيا الإنقلاب وحي حوض الأشراف ولا زالت تحاول المرة تلو الأخرى بالعودة للسيطرة عليه مجددا سواء من خلال تنفيذ عملية تسللات لعناصرها أو من خلال القصف العشوائي المستمر على منازل وشوارع الحي هذا التهديد عكس سلبا على واكع الحياة في الحي التي لا زالت متوقفة تماما وكل ما فيه يغرق اليوم بين الركام والمحال التجارية موسدة والحياة برمتها شبه معطلة المليشيا الحوضين لا يوجدون الأخلاق أخلاق الحفاظ على الممتلكات العامة وإبعاد الممتلكات العامة عن أي معركة عندك معركة عندك طرق رئيسية عندك مباني حكومية اشتغل فيها لكن مباني مواطنين مفترض أن تحيد بعض الناس سوبر ماركاتهم حطمت كامل ونهبت وسلبت هذا إذا لم يقتلوا صاحبه داخل المحل هذه ممارسات المليشيات معروف عن مصطلح مليشيات أنه يدمر الأخضر واليابس فقط المحل حقي بالحوض أنا كان معي موجود الساعة حقي فقط بيتي فقط عملي فقط محلي فقط مصدر رزقي فقطت أشياء كثيرة كنت بنعمة مغبون عليها والآن أنا ولا شي شاقي بعد ما كنت تاقر معي محال الآن شاقي بيدي ودمروا يعني لحيا وشهداء يعني أطفال ولا خلوا يعني يركونوا يروحوا عبوما ييعبوذ وقدفوهم لا بين الأطفال كذا عشوائي بس ما مجدارين فان يضربوا القضائف لا زالت تصل هنا موجودة للحوض القضائف الهون اللي يضربوها من قولة القاس من الأمر المركزي من أشياء كثيرة تضربها تضربوها من حوبا نضربها كمان تصل للقضائف كل يوم يعني لو في واحد يعرف حوض الأشراف سابقا ورآه الآن تسقط من العين دموع دم وليس ما لم يقف أثر حرب ميليشيا صالح والحوثي في هذا الحي عند الجانب المادي والبنية التحتية بل هناك أثر عميق سيظل ينخر في تركيبة النسيج الاجتماعي المثخن بالجراحات والآلام التي ولدت هي الأخرى حالات نفسية متعبة على الجميع ستظل تلازمهم إلى عقود قادمة يا أخي أنت لو صحت في وقه طفل يبقى أثره النفسي حتى يكبر إحنا كنا في المدرسة لو هناك أستاذ يعني لا أسميها درجة الظلم وإنما درجة قوة التعليم عنده يعني لو أنت طالب ذكي وقال يوم حصلت لك خروج عن الذكاء وأخطأت وخبطك المدرس تبقى في نفسك حتى تكبر فما بالك بهوزر يقرح أمام طفل وقدرة رب العالمين تجيه من الهلاك فكيف يكون المستقبله بعد أن يرى هذا الهوزر يقرح أمامه هل ستنظر له مستقبل؟ هل سترى له عافية فيما بعد ذلك؟ ما فيش بيت خلق من قريح أو شهيد أو حتى إيش أقول لك حتى عندنا بوصلة الأشياء أنه في أمراض نصية يعني بسبب هذه الحروب وهذه أعتى أنواع الظلم يعني بعد أن يسلب مالك أمام مرأة ومسمع من عينك بعد أن يقتل طفلك أمام مرأة ومسمع بعينك ماذا تنتظر في الحياة؟ لا تستطيع أن تنسى هذا الموقف مدى حياتك؟ الناس كلهم الآن يعانون أعتقد فيما بعد لو أتت منظمات المجتمع المدني ومنظمات الخارقية لحصر أضرار الحرب النفسية النفسية فقط لطلع أصحاب تعز نسبة 90% فيهم حالات نفسية نعيش من الضرار الحرب فوارق كبيرة تركتها ميليشيا الإنقلاب أثناء مرورها التدميري في أحياء مدينة تعز فهناك أحياء أثخنت فيها الجراح وحاول أهاليها التغلب عليها فيما أحياء أخرى لا زالت جراحها في اتساع وربما هناك آليات وأشكال للمرور وهذا ما سنسعى لتتبعه في قادم الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر